السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مقطع مخصوص عن طور الدبابات الشركة نزلت صور عن مدرعة جديدة بطور الدبابات أو بالإحراء مدرعة ونفس الوقت تسربت مضاد جوي أيضا موجود بهذا الطور اللي رح يكون متاح هاي السنة أما نسخة تجربية أو للجميع إن شاء الله يا أصدقائي فلا يكون مشاركة لكل واحد أنت تطور الدبابات حتى يعرف هاي المدرعة شنو مواصفاته وشنو ميكانياته يا أصدقائي أوكي يا أصدقائي أم ألف ومئة وثمونة وعشرين سترايكر بمدفع مئة وخمسة ملم حلوين هاي بالتحديد سترايكر يا شباب المدرعة الأمريكية مدرعة آآ جدا قوية بين قوسيا تسمى بصائدة الدبابات والدروع يا أصدقائي لما تمتلكهم من إمكانيات عالية ذات ثمان عجلات متحركة يعني ثمان عجلات بهاي المدرعة موصرفة شوفون إذا هاي وشوفون هنا هاي تونغوستا الدفاع الجوي الروسي ولو ناس تلاحظ بثي باتلفيلد أني بالجيش الروسي دام من هاي مدرعة آخذها أو هاي القطعة كدفاع جوبيها دفاع رشاش ودفاع الصاروخي فهذا يدل أن إذا دل على شيء يدل أنه نازم طويل الطائرات المروحية يكون عفونا المروحية تكون متاحة مع الدبابات حتى تستخدمها كمدرعة زين فكرة هاي الدبابة أو هاي مدرعة أنه تحميها شباك مضادة للدروع أو للاطلاقات بش داير مدايرها طبعا أول اطلاقة أذا كان الشخص المقابيلك أو الدباب المقابيلك أو القطعة يطلق على الشبك فأول اطلاقة ما تدمج بها لازم الشخص المقابيلك يشتبكيها على البرج حتى يجنب الضربات الضائعة بالشبك أما الشخص اللي يستخدمها كون يكون ذكي من يددمج شبك يحاول على الجهة الثانية يشتبك بها حتى ينضرب الشبك من جديد وهكذا وتقدر تسوي إصلاح للشبك من جديد مرة ثانية يا صديقي هاي المدرعة بعد تدمر الشبك اش رح يصير بها هنا عندك رح تكون مكشوفة للعدو ونفس الوقت الاطارات مات ممكن تتفجر فهاي من الديناميكيات الحلوة بهذه المدرعة أو بهاي لا بعفوان بالطور هذا أنه حتى التائرات أو العجلات تدمر وتضرر ويصير بها تلف وتقدر الصلحة ولا نفس الوقت تقدر أنه تشتبك وما صلحة بس ما تقدر تحرك بها زين ما هو تسليح لهذه المدرعة طبعا بها أكثر من مدفع عفوا إطلاقة مدافع موجودة بها نوعيات خارقة متفجرة وشديدة الانفجار طبعا أول واحدة رح تكون عندك M833 وهي قادرة على اختراق درع يصل سمكه إلى 392 ملم ركزي أزيان هذا المدفع الأطلاق الأولى من المدفعية أو النوع القديفة بالتحديد رح تكون قادرة على اختراق 392 ملم وهذا جدا ممتاز بالنسبة للدبابات المقابلة أو العدو رح تكون دمرهم بشكل أو تعرضهم للتلف والضرر بشكل كبير القديفة الثانية الثانية هي M45A2 وهي حرارية وقادرة على اختراق 400 ملم طبعا هاي الحرارية تخترق تسبب انفجار أو نار متوهجة داخل القطعة المستهدفة وهذا يؤدي بها أنه تضررها بشكل كبير والطاقم داخل الدبابي تضررها بشكل كبير القديفة الأخيرة وهي قديفة M39A2 وهي قادرة على اختراق 127 ملم وهي الأضعف بالاختراق لكن شون ميزة هاي القديفة هاي من توصل وتنفجر بهذا القدر يصر لها خلنا نقول سبب ثقب وانفجار آخر داخلي بقدرة وتدمير 38 ملم يعني الشي على الشي تجيب لك تقريبا 160 ملم كتدمير هاي القديفة خلنا نقول نستبعدها لكن الثاني الحرارية هتكون هي الأفضل بالنسبة له هاي المدرعة نجي إلى أمر آخر يا شباب وهي أنه تمتلك هاي المدرعة رشاشيا أو مدفع رشاشات واحد خفيف من طراز M247 ملم والثاني ثقيل من طراز M212 ملم وهذا بالتحديد قادر اشتبك مع المروحيات وحتى مع بعض الدروع الخفيفة وقدر انه يدمجهن بشكل كبير طبعا قوة الدبابة ومدرعة هاي بسرعتها بالعجلات مانتها وزائدا قوتها بالشبك اللي دار مدائرها ومدفعها خلنا نقول القوي جدا نقطة ضعفها في حال الشبك مانتها تتعرض إلى ضرر كبير وفي حالة اللاعب المقابلة كان ذكي يضرب العجلات يخليهن يتوقف تتوقف الدبابة يصبح بيهن تلف ونانا انت بهاي مدرعة يصبح الوضعك صعب لازم ممكن تحاول صلح او تاخذ كيفر باسرع وقت بعد الاصلاح وممكن تكون معرض للقتال من اكثر من جهة بالاوبن يا اصدقائي نعم اذا هاي وكذلك التونغوستا اشرح عليه رغم انه الشركة ما ارضى عليه كثيرا سابقا كلمت عنها راح تكون قطعة مضادة للطائرات بالدرجة الاساس وكذلك للدروع الخفيفة ومتوسطة بسبب موجود اربع مدافع بيها مضادة للطائرات يا اصدقائي فطور الدبابات الامان راح يكون طور كبير وضخم والمعلومة مهمة الصور اخرى ذات الشركة هي تستعرض لك اجواء متغيرة بالقتال ممكن من الليل المطر الى النهار وهذا الشيء حلو ممكن يكون عندنا يا اصدقائي اشتركوا في مان الله اشتركوا في القناة